بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الأمين أهلا بكم أبناء الطلاب في النشاط الثالث عشر موضوع هذا النشاط ندوة حول موضوع مشكلات النحو العربي في هذه الندوة نحاول أن ننقل لكم بعض الأراء التي يقدرها المعلم لأن الأصل في الندوة أن تكون حلقة نقاش بين عدد من المتخصصين في موضوع محدد وتتكون الندوة من موضوع ومتحاورين ومدير للندوة وجمهور ولكنني هنا سأحاول أن أفترض هذه الندوة ومن موضوعات الندوة صعوبة النحو العربي بين الوهم والحقيقة هل النحو العربي صعب أم أن ذلك وهم؟ في الحقيقة أن النحو له مجموعة كبيرة من القواعد التي يجب على المتعلم الإحاطة بها لذا فصعوبة النحو ليست وهما ولكنها ليست مانعة للتعلم فقد بسط العلماء والمؤلفون فيها الشرحة بطرق مختلفة ومتعددة فبإمكان الطالب العودة إلى تلك الدروس والإحاطة بها ثم بإذن الله تعالى يتدرب عليها وسيتقن النحو العربي أيضا هناك مصطلحات كثيرة في النحو العربي وهي موهمة للطالب نأخذ مثالا عليها مصطلح النائب عن الفاعل تعلم يا بني أن الفاعل هو الذي قام بالفعل ولكن عندما أقول نائب عن الفاعل فيتوهم الطالب أن المفعول به أصبح نائبا عن الفاعل في الفعل فمثلا عندما نقول كسرت النافذة نعرب النافذة نائب فاعل فهل هي نابت عن الفاعل في العمل فكسرت نفسها بالتأكيد ذلك غير صحيح هي نابت عن الفاعل في الحالة الإعرابية أي الرفع نحاول الآن أن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوع الندوة أهم الأسباب التي تحول دون تطبيق قواعد النحو في أحاديث الناس وكتاباتهم هناك عدة أسباب نلخص منها قليلا فنقول أولا قلة المراجعة والدربة على القواعد النحوية تعلم يا بني أن للنحو العربي مجموعة من القواعد والقوانين التي يجب عليك كمتعلم أن تحيط بها وقلة مراجعتها يجعلك تنسى بعضها وبالتالي يحصل الخطأ أيضا من الأسباب اختلاف المجالس فالسوق مثلا والملعب تعارف الناس على الحديث فيه بالعامية التي تفتقد للقواعد ويتكلم الناس فيها بغير رفع ولا ضم ولا نصب ولا جر وإنما يسكنون وتعلم ما في العامية من أخطاء بخلاف المدرسة والمجالس العلمية التي يكون الحديث فيها غالبا باللغة العربية الفصيحة أيضا وجود لغات أخرى لها أهمية علمية وتجارية نافست العربية في دارها فأنظر مثلا إلى اللوحات والإعلانات التجارية تجد بعضها قد كتب بلغة أخرى وهذه نافست لغتنا في دارها ننتقل الآن إلى محور آخر من محاور الندوة أهم الأسباب التي تساعد على تطبيق قواعد النحو أولا اعتزاز الطالب بلغة القرآن ومعرفة أهميتها وقدرها فأنظر مثلا إلى المكتبة كم تحوي من الكتب التي كتبت بلغة عربية فصيحة فدون إحاطتك بهذه اللغة لن تستطيع قراءتها ولا فهمها بل أعظم من ذلك لن تستطيع فهم القرآن الكريم فعند قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ظن الظن أن الخشية تكون من الله وهذا خلل في العقيدة وخلل في اللغة فإن لفظ الجلالة قد كان منصوبا فدليل على أن الخشية كانت إليه والعلماء هم الذين يخشون الله أيضا من الأسباب التدرب والدربة على التحدث بالفصحة في الأماكن العلمية كالمدرسة ونحوها لا شك أن التعود والتدرب على التحدث والاستماع إلى اللغة العربية بلغة فصيحة تجعل الطالب بإذن الله تعالى يطبق القواعد النحوية على الوجه الصحيح ثالثا الاهتمام بها من القيادة والمنظرين والمؤلفين للمناهج وتحظى اللغة العربية ولله الحمد في بلادنا بالاهتمام الكبير الذي أولوه منذ سنوات عديدة وهذا هو دأبهم وبإذن الله يستمر بذا أبناء طلاب نكون قد أنهينا درسنا حول ندوة في مشكلات النحو العربي هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد